دشنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة للعام التدريبي والعملياتي والقتالي والمعنوي 2024 بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الصغير بن عزيز والمفتش العام للقوات المسلحة لواء الركن عادل القميري وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر والقيادات العسكرية والأمنية وخلال كلمته في الفعالية عبر رئيس هيئة الأركان عن سعادته بما وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية من الكفاءة والاحترافية العالية في مختلف الجوانب مشيدا بالتضحيات التي يساطرها أبطال الجيش والمقاومة في سبيل استعادة الدولة والذود عن راية الجمهورية ومكتسبات وثوابت الثورة المجيدة ونقل للقادة والضباط والصف والجنود تحايا القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي مثمنا الاهتمام الذي توليه القيادة لتطوير مؤسسة الدفاع الوطنية وفق أسس ومعايير علمية وطنية وقال إن القوات المسلحة والأمن أصبحت اليوم أكثر قوة وصلبة للتعامل بثقة عالية مع جوانب متطلبات المعركة والاستعداد العالي للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية بكل إخلاص وعزيمة على امتداد تراب الوطن كما نوها رئيس الأركان بمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات إلى جانب الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة